لتصبح قطعة فخار واحدة جاهزة للتسويق يقضي مصطفى ساعات طويلة في إعدادها من طين خام ثم نقشها بدقة ومهارة ورثها أباً عن جد عشقه لحرفته كما يقول ما يبقيه حريصاً على إنقاذ ورشته من خطر الإفلاس وذلك بعد انحسار سوق الفخار بسبب جائحة كورونا هذه مرتبة بسياحة أول مرتبة قدع الطيارة وهذا صناعة درارات لها العوامل هذا نطلب القرض من البنكة تتعطيك مثلاً قرض صغير تتعطيك 20 ألف درام تتعطيك المدة باش ترجع الفلوسات المدة طويلة ترجع ذلك القرض الصغير وتاخد قرض كبير باش تزلموا قولة ديالك يعني بحل تتعطيك شروط تعجيزية شروط تعجيزية هكذا يصف مصطفى محاولاته ورفاق الحرفة في الحصول على قروض بنكية تنقض ورشاً وحرفاً شارفت على الاندثار تشير أرقام نقابات إلى رفض الأبناك المغربية لحوالي 80% لطلبات قروض الصناع التقليديين يشغل قطاع الصناعات التقليدية حوالي مليوني شخص ونصف المليون في المغرب مساهماً بحوالي 90 مليون دولار سنوياً في الصادرات المغربية في مجال تراجع رقم معاملاته بسبب أثار كورونا السلبية بنسبة 50% الحكومة المغربية وعدت بدعم العاملين في القطاع من خلال تعميم مشروع الحماية الاجتماعية للعاملين فيه هناك حماية اجتماعية اللي غادي تهمها الصناع التقليديين اليوم غالبيتهم خارجين تطييرت على الأقل الأساسي على المراد وهذا غايش يجعلهم أنهم يطمئنوا ويكون عندهم مرضودية أكتر ويكون عندهم حتى الاستمار في العمل وجود أكتر برنامج فرصة ومشروع أوراش حلول حكومية أيضاً لدعم الحرفيين وغير الحاملين لشهادات جامعية وصغار المستثمرين بقروض مجانية لإطلاق ودعم مشاريعهم ضمن خطة حكومية لتعافي الاقتصاد من تبعات الأزمة الصحية دامت الصناعات التقليدية قروناً قبل عصر الآلات الحديثة ونجحت في البقاء لكن خطر إفلاس بعض صناعها وانقراض بعض حرفها تضعف أكثر في ظل الأزمة الصحية العالمية في قطاع يرتبط أيضاً بقطاعات حيوية أخرى كالسياحة والخدمات فاطمة بوغنبور الحرة مدينة سلا